عام الوفود دخل العام التاسع الهجري والذي يسميه أهل السير والمغازي عام الوفود فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طيلة العام التاسع الهجري بالمدينة يستقبل الوفود ما خرج إلا لغزوة تبوك بلغ عدد الوفود وهي رؤوس القبائل التي قدمت المدينة لتعلن إسلامها أكثر من ستين وفدا فكان العام التاسع الهجري حافلا بالوفود من الوفود التي قدمت المدينة بالسنة التاسعة للهجرة وفد باهلة وفد بني تميم وفد بني أسد وفد بجيلة وأحمس وغيرها وفاة النجاشي رضي الله عنه في رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي نجاشي أصحمة رضي الله عنه ملك الحبشة بالحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة متفق عليه وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم متفق عليه وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث متفق عليه ترجمة نانسي قنقر